أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكرا 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 مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جنحنا أولادنا تحت جنحنا حصة تبسط الأشياء للأولياء بشي ربي أولادهم بالطريقة السليمة بالمرة الأولياء عندهم تساؤلات بسيطة حبوا يعرفوا شيء ولا ولكن بلك موجدوش الجواب ولا هي الأخصائيين اللي يكونوا حاضرين معنا يجاوبوا على هذه التساؤلات هادو اللي رسلتونا عبر صفحة الفيسبوك أولادنا تحت جنحنا والموقع الانترنت أولادنا تحت جنحنا بوان كوم وإحنا أخذينا هذه التساؤلات بيعي الاعتبار ودرجنا هاد المواضيع هذي كما اليوم عندنا موضوع مهم هو الديدان في الأمعاء عند الأطفال لوكسيوغوز دونك بالمرات المرأة تقول لك أنا الأم ولا الأب ولا يقول لك أنا شفت الديدان في الأمعاء ولدي كرشو توجعوه عنده الدود عنده كذا عنده حنا حبينا نبسطوا هاد الأمر هادا اليوم مع أخي سائل ونتكلموا عليه إذا معنا اليوم الدكتورة شفعي ساميرا مختصة في طيب الأطفال مرحبا بك دكتورة مرحبا بك شرفتينها شرفتينها فضلي مدام مرحبا بك مرحبا بك تلافقني كذلك السيدة علجية جيلاني مربية منذ 17 سنة في سلك التعليم فضلي مدام مرحبا بك شرفتينها شرفتينها مدام شرفتينها شرفتينها معنا كذلك سيدة فحي هنية مختصة في علم النفس مرحبا بك مدام شرفتنا شرفتنا تفضلي معنا كذلك تجربة حية واسم مرزق تفضل واسم تفضل وشترك واسم لا بس مرحبا بك تفضل تفضل شرفتنا 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 وفي كل مرة نجيبه الطفل ولا طفلة باش يديله واجبة المدرسيين تعالوا في هذاك المكتب الجميل إذا اليوم معنا هاديل تفضلي بنتي تعالي وشتركي بنتي لا بس دوري الكاميرا وقولي لهم واسمك بنتي هاديل هاديل محيوط الله يبارك شطرة شحال في عمرك ثمان سنة أول وشمسانة درسي الرابعة شطرة فشحاجبت المعادل تسعة خمسة واشمين جميل جميل شطرة بنتي شطرة شطرة كيفاش تدلي الواجبات المدرسية تاعك وحديك و لاحديك وولك روحي تقرأي روحي تقرأي وحدي وحديك ووقت اللعب عندك وقت اللعب ووقت الدراسة تلعبي شوية نعم يا أخي لازم تلعبي شوية وتقرأي شوية واش تقولي لهم ينظموا الوقت نتاحهم واش تقولي الأطفال نظموا وقتاكم برافو برافو بنتي شطرة شطرة إذن نروحي هذه الواجبات المدرسية تاعك في هذاك المكتب الجميل فضلي بنتي تفضلي تفضلي وانتوما يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا تديروا فيه الواجبات المدرسية تاعكم شكرا 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 إذن مرحبا بكم في عدد جديد ما حستكم ولدنا تحت جناحنا كما ذكرت هاد الحصة خاصة بديدان الأمعاء عند الأطفال هي بالمرات الأولياء يقول لك أنا ولدي عنده ألم في البطن عنده كذا بلك عنده الدود بلك ما عندوش بلك كذا يتوحبين نتكلموا لي هاليوم واش هو هاد المرض واش هي الأسباب انتاعه الأعراض انتاعه وكيفاش ندويوه معنا اليوم أقصائيين مدابية دكتورة نبدأ ومعاك شفعي ساميرا مختصة في طب الأطفال هاد الظاهرة يعني أنا نضمن ما كانش الوالدين اللي ما عاشوهاش لأن الواسط انتاعنا ما هوش آمن يعني ما هوش آمن يعني كان عدة أشياء اللي ممكن تكلمين عليها اللي هي تكون سبب سبب في ظهور هاد الديدان في الأمعاء روكسيوغوز باش نبسطوها للأولياء واش هي واش هي الأعراض انتحا من جي كيفاش تداوى وكيفاش نجنبوها تاني كذلك تفضلي دكتورة مرسي لك جوانسي نبسطوها لالامسيو هاده اللي سلمك محبا بيك يسلمك قبل ما نبدأ احنا خيرنا لكسيغوز يعني بالعامية الدود اللي بلو فريقان عند الطفل يعني كين دفور كين انواع وحد اخرين كتيرا اللي جي عن طفل و جي مام عند الكبير اي تو مي ستدير اللكسيغوز هي المعروفة بكترة عن طفل ومام عند الكبار في الانتشارها يا ديدا البيضاء هذي ستا تعدى 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 بزاف عن الطفل لك ستبس من الطفل لطفل للقبل الام في العائلة في الوسط العائلي كامل دونك سي دي بارازيت دكور تفايديات اللي تعيش في العمع دينا هي عندها هاد الوكسيغوز عندها هاد النوع تعل البرازيت عنده جهة اللي ويني نمو فيها الجهة تعل appendice تعل لفن تعل هي موجودة في جسم الإنسان يعني؟ لا في الحالة العادية غير موجودة غير موجودة لكن عندنا هاد كي ما قلت طفل يتسا بروفيت لكونوا في الجسم الدينا تعلن تعيشوا معهم هاد نمو في الجسم ليش موجودة في الجسم يعني داخل جيمة البرازيت جيمة البرازيت تدخل كي فاش تتربى كي ما قلت من الكوتي تعل appendice كوتي تعل appendice لسيكم يعني لفن تعل لريكتوم في الاخير مع l'appendice داكور داكور تتربى التما في التسرى كي ما قلو بسكين كي ما قلو داكار و أنتا في الهد إيسارة تاكاتور ومبعد يعني داكار جوست أبقي يموت رابدما تقعد الأنتا هي هي يعني تمشي تمشي في الكامل كولان الكادر كوليك تلحق حتى الأنوس الشرج والا تلحق حتى التما كي تلحق التما يعني تحط البيض ديالها داكور تحط هذا البيض يعني كون نقول كمية تعل البيض اللي تحطو سي كمم إبريسيون تحط 4 ميل جوكا 10 ميل مربع حتى 17 ألف بيض يعني voilà و هاد البيض من بعد بو احنا نلو نشوفو بلعين ديالما نشوفو بسكي بتي و البر يعني عندو موين لتا يتع انتخوي تحت التمني حتى 13 14 ملمتر 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 داك تشعر مليمتر 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 داك تحت احنا دوض إبريسيون دوض إبريسيون يمشي قريبا يمشي يعني حركة سي امبريسيون يعني بور الماما واللي باران سبا تشأ الفيضة يعني وهذاك البيض تلما كيلي ليجي خفيف بزيف راح يتناثر في الهواء لتما يقدر يعدل يكون تنمي لزليمان كم مانج داكور يعني هو في نهاية في الشراج يكون البيض البيضة تكون البيضة دونك هذك اللي قلنا الدودة الأم هذك تخرج تحط البيض ديالها و هذك الدودة البيض يتناثر في دونك و كيف يشتفل يقول كنا كرشيت وجعني يسا دونك بيانسور سي لا ميغراسيون لدولار هذك اللي تدير لدي ميغرين لونك بسك هو ميغراسيون هذي متمدش بزيف آلم في البطن قد متمد حكا في فتحة الشراج داكور يعني كما قلو تيبيك تعل هذك تاكل كتر يعني تفل و في الليل بسك هذي الحركة تحط البيض تحل أو للدودة الام هذيك تجي في الليل داكور لك التفل اللي يجي يرقود في الليل يقول لك ماما رأيت وجعني ماما رأيت أكلني داكور داكور لك الام لو كان يعني اللي تفق دفوها تجيها يعني غفلكس فقط تفتح للأخر تشوف للدود خدوا صباح تروحا ندعم يتقول لوني شفت الدود ولولي دفوة ما تشوفش داكور لتما اللي يعني كما قلو ألفا دوتي تقول لك وعلاش رويحك معندوش لانا ما شفت الدود طبيبة معندوش اللغة هو ناو كاين دفا ونلو فو تاكر ولما هذيك البيض اللغة الطفل الدودة هذيك تحط هذيك البيض الطفل وش يدير كي تاكلو يبدأ يحك يعني يحك بالأدافر ديالو دونك هذيك البيضات يدخلو في الزن بيضفر ولا بوالا في الزن ديالنا عمباد تقول لانا دي روحي يأكل سنسلافل الماء بلا ما ينضف يدو يزيد يعدي روحو دونك يزيد يكون هنا يتاكاتور تاكاتور تاكاتور تاديدا voilà دونك سفا entreتنير يزيد يعدي روحو ميبراش سي روتو comptامناشن وهاذيك البيض اللي قنا ينتشر يعني كنتامني المأكلات ديالنا دونك نزيدو ناكلو مأكلة غاية نظيفة نزيدو نتعداو ولا في الفيراش دونك يتاح في الفيراش كريمو دونك واحد يرقو دخوه ولا اي واحد في الفيراش تاعو يزيد يتعداب هاداك البيت دكتورة اصل المرض اصلا اصلا يعني من يجي خلينا واحد يعدي واحده كمان هو الاصل تاعو من يجي يعني مقلة نظافة ولا من بانسور سيليجين دكتورنا اللي للكنتامناشن تعليز اليمنت عنا بسك هادا دود يعيش في الانفيرون ما هاداك البيضاء كي تقعد برا بعد كي ما قلوها فا سوبروتجي وكي تقعد في كونديسيون هادو تعليل تعنا حنا برا راح تموت دونك هي تحفظ على روحها شوية تتخبه شوية تتخبه 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 تحمي روحها ان دي غير نقوك سوغل اللف ديالا تحمي روحها وتقعد فيك يعني كله تلسق في الغداء ديالنا يعني في الفواكه ولا في الخدر بالخدر بالسالة حاجة اللي ناكلوها كرو داكو ما طيبش وعلا مش طيب بش حاجة اللي طيب خلاص هنا مضمونين طهي يعني 100% اللي يلميني مي الحاجة اللي ناكلوها يعني كي ما قلو خدراء لازم تخسل مليح وعلا كالفاكية دونك اطفال يروح يحكم حبة تفح يكلها ديغاك ولا حبة منان ولا حبة جينا بلا ما يغسلها بلا ما يغسل يدو داكو 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 دونك الحاجة اللي ولا هي هنا اللي حنا نوصله للمدرسة وكامل هي غسل ايدي غسل الفواكه وكامل هنا نوصل عندك سيدة علجية جيلالي مدرسة ومربية منذ 17 سنة كما سمعتين الدكتورة تفضلت وقالت هاد لوكسيغوز وديدن اماء يعني بصفة عمى جي من قلة النظافة يعني كيفاش في المنظومة التربوية كيفاش تعلموا الاطفال انهم يكونوا نظاف يعني وخاصة انه زيادة على تنظيف الذات يعني نفسه يغسل يديه يغسل السنان وكامل كيفاش ينظف الفواكه كيفاش ينظف الخضر يعني هنا كان عملية تحسيسية كبيرة يعني تفضلي وضحينها بسم الله عمان الرحيم شكرا الاستضافة مرحبا بك مدرسة في المدرسة كمربي كاستاذ كمعلم عنده اطفال قدامهم راح يعلمهم سلوكات كي تولي ذاك السلوك يولي ثقافة من شخصيته اذا هالسلوكات هذه عندها علاقة ايضا بالبرامج عندنا في طربيه اسلامية عندنا في طربيه مدنية عندنا في تكنولوجيا اذا كم من هذا المواد هذه تنجمع تولي كثقافة كمعلومة كبيرة عند الذريك عند التلميذ يقراها يكتسبها موش يكتسبها كعلم فقط كمعلومة فقط وانما لازم تنطبق وتنطبع في سلوكاته باش تولي ثقافة مبرمجة والبروغرامي اذا هاد النظافة من الايمان نعلمهم كيفاش ينظفوه المكان الاكل تحهم اللباس تحهم حتى اللباس ايضا يكون كما قالت فضلت الدكتوراه كيكون في اللباس هو بالك يغسل يديه بك ولكن اللباس تحهم ما زال في هذا البوليون الى غير ذلك اذا راح يمس اللباس تحوث يبتعو الى غير ذلك اذا لازم تكون طهرة والنظافة بصفة عامة كيفاش نعلموا التلاميذ نعلمهم كيفاش في كل تصرفات يعني نحية تعالى انه يقضي حاجاته وبعدها لازم يغسل يديه ويجب كل حاجة بش يمس müتماية حتى لو مكنت ا located لكن فان Wenn one is cut it فات على هذيك الجهة يعني هكذا Woodland يعني هذه الفتح الباب يعني فتح المقدار Thomas يجب عد المقادع الطاولةPS هو ذكا يحمل المدير ولكن كل حاجة لازم يلعو فيها ها لازم يجبها تقالياه يجبها وبالدرج تقالياه نعم حتى تقولوا كان هو موش يكون مريض إذا كانت تعرض لهذا الشي هذا المرض هذا وتعديدان يكون عنده مقبل خلاص لهم بروغرامي على النظافة إذا نحن نعلمهم نعلمهم كيفاش ونوفرهم الغسول الغسول سائل موش الغسول طعب الطرفة مش كو حتى طعب الطرف كينمسوا هذا راح يمسوا بلك هذا قبل ما يغسل يدو راح لا دي جاشو يا بيض إذا هو يقول كان غسلت يدي لكن بقاف لا لكن الغسول السائل يصير يخدم أنتم ما في المدرسة عندكم الغسول السائل يعني ما هو شغل مدرسنا عدة مدرس وفرط هذا الأمور هذا الأمور هذو اللي حاجة مهمة يعني وتهتم ثاني تعسب تلمية تعسب يروح في المدرس يدخل يقضي حاجات ويعود يقول لغا ذلك يعني هذا الأمور هذو دايما نخذهم بهالاعتبار لأنه ممكن هذا الشي هذا حيأثر على الأخر ودايما دايما نعود نقول كل ما يمرض تلمية نحن كأسات إذا نتقلقوا لأنه غيابه يؤثر على تحسين العلمي نعم تحسين العلمي وخدمتنا أيضا مثل نعود نتراجعوا الولي واللوري نعود نعود إلى ذلك جميل جميل شكرا 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 سيدة هنية فاحي كإخسائية نفسية وكامل حبينا نتكلم معك نحن نتكلم عن نظافة وكامل ولكن وليكتسبها الطفل في البيت يعني في البيت الوالدة نتاعو إذا كان ربعته على أنه كما تفضلت أستاذا وقالت أنه يغسل يديه بعد أي إما قضاء الحاجة إما فتح الباب إما يخرج بره إما ستونوبيل يلعب يرجع يعني الأم هي اللي تغرس في الطفل هذا البرمير فلاكس يعني أول فعل يعني مباشر يعني للطفل ما يحسش روحه مليح وكان ما يغسل شيء ديه بعد اللعب لو كان أمه يعني تزرع فيه هاد الشي هذا رح وحده رايح ينطبع لهذا الحركات هذه اللي مهمة جدا هذا بنا تكلمين على هذا الجانب هذا العائلي والنفسي هذا تعطفه والأولياء تعوي كاش يديرو باش يعني الأولياء رميسنوا في النصائح باش كيفاش يربيوا ولدهم على هالطريقة على النظافة نعم أشكرك على هذه الحصة وعلى هذه الدعوة بالنسبة لموضوع النظافة احنا قلنا ودرنا في مواضيع سابقات كلمنا عن تبول إرادة لدخلناه من بين الأعمال النظافة إلى غير ذلك نظف أن الطفل نعلمه دايما كيمس حاجة يرح يخسل يده وما نرجعش أبسيسيونيل اخترحنا نرحول للإضطراب الوسواسي يكون في الحدود ويكون في المعدل المعقول ما فيما يخص موضوع هذا الديدان تعرضنا كثيرا أحيانا نكون بعك زمع عند البيدياتر ومباشرة ننتعامل معها تلقى أم تقول لها بنتك عند هالديدان كأن الأم أنها ما تقبلش تفهمها بأنها نوع من الوسخ شو تفهم روحها بليها ماشي مقياب بنتها جوها الديدان سكيمال القمل سكيمال لفوك ما صحي هي ماتفهمهاش هي عن بالها فهمت بلي شوالكي يمسخة ولادها عندهم الديدان ولما تنظفهم مش وبعد بدأت قلنا والله عغير كل ما يدخلوا نخسل لهم ويعيدوا لي شوال جوسيفي شوالك وعلم أدبتهم عندنا هاد الحالة من الأمهات أنا شفتها في هدي والقمل كذلك ما يتقبلوهاش هنا شفتها في عند هاد الأمهات أنها ترفض رفضا بات هذا ممكن كي تعطي له الدواء أواقع لكن تروح ما تشيريش وما تحطيش للطفل تحوه حتى تروح عند الفرماسيان بلاك ولا تقول له بصوت منخافض بازويت نشري عندي الدود ومتحولش تعرف كامل على ذاك الموضوع بما أنها ترفضوا هدي بعكزهم حالة من بين حالات كين حالات أخرى مثلا أمهات اللي تقول لك أنا بتلي كامل وأنا قاعدة صح يكون الطفل بالدود اللي كامل ويتقلب يحس بالألم ويبدأ كتقيقة يقول لها شوفيني وبعدها لطفل فهم باللي ديدان كتقيقة شوفيني عطيني يشوفهم كيفاش عاملين يكلوني ما يكلوني يقعد فعلا يقعد فعلا يقعد فعلا يقعد دودة يشوفها يهرب منها فعلا هي ديجا مثير مخيف بالنسبة له يومينك يفهم باللي راه داخل الجسم بتاعه راه يتمشي وتأكل معه أحيانا أطفال صغر يقول لك أنا عندي الدود على بكه وياكل معي ويروح معي ويجي معي بصح هو يقولها ولكن نفسيا تأضطر عليه لأن تلقى بعكزهم في العلاج هو يفكر يما يقولها عطتني دواء على 21 يوم نعود لملعقة تانية يعرف ويقول مثلا خبتوه ما تمسوش معي الصحن ما تمسوش معي هادي ويحرص على النظافة هنا كي يكون يفهم ما كي يكون ما يعرفش هنا المشكلة هنا كي ما يكونش يعرف لازم الأب والأم هما اللي ياخدوا هاد الرعاية وهو موضوع جدي يعني ما يتهونوش فيه لأنه علاش أنه معدي تكون من طفل يقول له كامل أطفال وتخيط يروح حتى الكبار ممكن يلحق للأب يلحق للأم لأنهم لازم ياخدوا كامل دواء علاجي في نفس الوقت يعني شيء لي أكثر لي أطر أكثر هو الليل قلت لك يا أستاذ بس كي علاش كي يرقدوا في الليل تفل ما يرقد ما يرقدوا لي باهو وبين قوسين كده اللي كمتلا نلاحظوا في الروضات يرسموا لهم عندي وليدي يقرى عنده ربع سنة رسموا لهم دودة جاب هالي فرحة ما ديك الدودة وشابه وكامل قال لي هالي دودة لي جينا فكر شنا كي ناكل السكريات يعني صح نشوف الأمهات قالوا ما تاكل السكريات يعطيك صحة ولكن هم أعطوها لهم بطريقة إيجابية يعني عجيبة شغل هو عجبات ودودة وشابه وكامل قال لي بصحة دي كي ناكل السكريات يعرف باللي لازم نقصوا من السكريات ما من الأهل لازم يعرفوا ولادهم منين جامدوا تكاين من أكثر السكريات الحالوات إلى غير ذلك يحاول يفهموا ولادهم قالوا نقصوا من هادو ما تجيناش الدودة إبن الطفل يخاف يقول كنا ما تجينش الدودة ما ناكل سكريات تفضل يا أستاذ على السكريات سي فغير كالدود يحب بزاف سكريات يستيبلوب كي يلقى سكريات لك أنا بوغ لي مالادة للزنفان تاعي كي كون طفل يعني شوية كبير يفهمني ألغا نقول له ما تاكلش سكر قول له باسكنت هادوك الحلوى اللي تاكلها سي دودة لو ياكلها ونقول له أم بعد انت في اللي كي تروح ترقد ماراكش تاكل حالويات نقول له الدود هاداك يخرج يحويس على الحالويات ولا دوك لانفهم تما يخاف نقول له دوك كيفاش يخرج كيفاش يحويس على الحالويات ولا ياكل نقول له دفع ياكل كنتا كما يلقاش الأخر دونك طفل يخاف هنا واللي يتبع نصائح يتبع يشرب الدواء تاعو بنتي دام دونك يحرص على الجميع جميل 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 شكرا شكرا عندنا تجربة حية وسيم مرحبا بك مرزوق يا راك معنا اليوم باش تحكينا على تجربة عشتوها في العائلة انتعكم حكينا عليها شوية ولا شكرا على الاستضافة الأخي يزيد وهذه الحصالية تعطي إضافة لمجتمع الجزائري كانت عندنا هذه الحالة عنده يدعمي من جهة استرفة شكرا في عمرو أربع سنين أربع سنين ايه وبعد كيش كلمة بدأوها للعوبيطال أعطاولوا الدواء وقالوا له لازم ندار كامل يشربوا ذاك الدواء وينقوا ينطفوا مليح الخضراء ولم يلاحش بزافة بره في الطريق في الطراب كامل وش ميتنقلش هذك الدواء ميتنقلش هذك بلو ممورة ولا بس 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 يعني بعد كيه ولو يتبعوا وش تعطى لهم الدكتور كامل يعني العائل الى قاع شربوا هذك الدواء يعني في ذاك الدواء نرجع لك دكتورة وكيفش النفسية تعوي يعني ما تأطرتش ما كانش يخاف لانو الطفلك يكون صغير يخاف مدود اصلاً نعم ما كانش عندو ذاك الخوف يعني من بعد بسكي ما هو بابا عندو الطالق عليها هدروا معه فهموه طريقة بسيطة نعم طريقة بسيطة ملاحية اولي انكم تحوروا مع ولدكم تفهموهم بلما يش حاجة خطيرة ولا وعندها دواو كامل هنا دكتورة نرجع لك العلاج سمعت باللي العلاج يقدوه على عائلة حبيت نعرف هذا العلاج كيفش يكون والمدان تاعه وهل الطفل اللي جواها لوكسيغوز هدي ولا هو يعني اللي غابل مش تعود جاه ولا متعودش ولا حبينا برك نتمنوا الاولياء يعني شكراً العلاج التراتمان تاع لوكسيغوز اللي فاسيل دكار حاجة سهلة نعطوه سهلة يعني بالنسبة للطفل لكن في هذا المرض خاصة لا نحن نتخلط الأخير هنا سهل تخلط من كل الانتراج كامل العائلة اللي عايشين في سقف واحد نفس البيت كامل ياخدو الدواء كامل لأب الأم والإخوة كامل اللي عايشين في بيت واحد تعدي تعدي دونك هذك البيت ينتشر في البيت في الفيره يجيخوه يدخل في الفراج يعدي الطفل راوه حك جه البيت هنا راحمس هذك بانرفض وقلو حبة تفاح ومبعدو لحطها مكلاها يجيخوه يرفضها راهو التعداء دونك السانيتار يدخل الطفل دونك هذك البيت المرحاد يعدين دونك الام لازم تحرص لكن الوليد يدخل المرحاد لازم تنظف بعدو باش ميعديش الاخرين كامل العلاج يعني يقولك سهل جدا كان الاطفال نعطلهم شراب ياخدوا ملعقة اليوم وياخدوا 15 يوم 20 يوم نعطلهم ملعقة واحد اخرى مره في 15 يوم يعني نهار الاول و 15 20 يوم نزيدوا ملعقة واحد اخرى سيتو علش نزيدو هذا البغازيت عندو ان سيكل دونك قلنا هذك الدودة هذك يتحط البيت تقعد عيشة 14 15 يوم بعد تموت دك دك نحن بش ننفتر و الارغة نزيدوا لدوزيام دوز دك 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 و الالكبار في العائلة والوالدين والاكبار ياخدوا سو فرم دك كيف نهار الاول ونهار 15 يوم 20 يوم دك دك و كين بغنب حالات وين يكون كما قلو ان افستاشون انتنس يعني طفل بغازارة اللدين هذي دك دكتما دفع اندون سو 3 جور 30 يوم كل يوم من عاء نهار الاول تاني تالت ونزيدو نعودو دون 20 جور كيف كيف اللاكور تالت 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 يوم يعني طبيب هو اللي يعرف على حساب الانتنسيتي على حساب الانتنسيتي دو Geo مثل الانتنسيدي دكتما 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 يعني مفتح هذا يعني اللي يعني اللي علاج كيف مقول حقيقي وله New York يعني اللي سوي صعيب دي لكع يعني بشي تي تبع cإشتhyم دكتما 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 بالغاة ندفع ندم دكتما دكتما اذا كلم اللي غريت تتوفوا الام عن طباب عندو دود يجب تقطع الو لدفر والي كو بغاة دكتما يقود شي كامل هادك الدو دي تحب لازم يغسل يدو كل وقت دنك كي يتخل للمرحاد كي جي كل ما يجي يأكل كي ما قلو جي تاكل حبا فروماج لازم تغسل يدك جي تاكل أمبو تبا لازم تغسل يدك باش ما يمرج لازم لي ليجيام بيان شغل عميزان يتوك دو 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 بخيرونس لازم تكون سور من روحا نغسلهم ونخليهم ميرم ينجي تاكل ما ساقساش لازم راحو يراهي نمتاك دا راهي نظيفة ويصرى الحقParkا دو دو دواء بازم بلا سالا د كي نقولون نغسلوها بيا أموال يعني كي نقول او قطرة اعجافر فيها باش تقتل كامل لازم يفد فيها دونك سي سورتو سورتو للي كونديشيون ديجيان والفيراج تعد طفل دونك نهار يشرب دواء لازم الأم تغير الفيراج بس كنا نعرفو بالليك هذك البيض راهو يقعد التماء دكور 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 وخاصة شكرا دكتورة كين بعد الأمهات وكامل ما يغسطوش الفاكية ويحطوها يقولك تفسد بالماء يخلوها يقولك كينجوا رحي يأكلوها يغسطوها دونك مليح أنه تعود وليدها ولا بنتها للريفليكس قال إيما هذي مغسولة يعني إذا دخلك الشك تعلموا أولادك أنه كير في الحب يروح يغسطوها لا يقولك دكتورة سيدة عجية جيلاني حبيت نتكلم معك ويدا من تكلموها العدوى وكامل حبيت في المنظومات التربوية كيفاش تعاملوا مع الأمراض المعدية هذي هل ترى وقع لكم حادث هكذا ولا مباشرتين الأولياء على بالهم بلي وليدهم يكونوا عنده روكسيوروز ولا الديدان ولا مباشرة ما يجيبوهش ولكن أولياء بالمرات بلك ما يعطوش الأهمية لهذا المرض هذا أو لا هذا الشيء هذا رو غامض في المدرسة غامض لأنه إحنا منفيقوش بضب يعني هذه العاتق الأولياء يعني وحتى الأولياء ما يفيقوش خطرات لماذا تعالش ولدها وكاملت فيقلوش بضب حتى لو كان يكون عنده ألم كما ذكرت الدكتورة ممكن تقول لك ألم عارضة يعني ما مش ألم فريمو حاجة حتى يتفاقم الأمر هل لي ميشكيش تفاقم وهي هي لا فاقتلو داتلو هي وحدات تشي ولا تاخذ الاحتياطة تنتحها أنه هذا ما تخليش يخرج حتى يجي عندي يعني ما يقضيش حاجة تفل ما يروح لسانيتيق تع المدرسة ولأصلا بلك على كل حال والطبيب يقولوا ما تروح تقرأ هذي الشيء فرغم منه على منظرنا ما ما يأثرش على المساد دراسي ما يأثرش على المساد دراسي لا يعني كي يخد الدوا يعني يتلك يعني لازم تكون كولاه خموش غفية ولادهم خمو في ولاد وحد أخرين لا للدم قد القرم عرش حانا تقولونا أولا حتى هو ما يقولونا ما يدخلو مش يدخلو ما يدخلوش يعني أخلهم حتى يقضو حاشر في البيت جميل هنا مسؤولية الأولياء رأي كبيرة أي أولياء كي تشوفوا بليولادكم عندهم أي عارض من أعراض هذا الوكسيوروز ولا هذا الديدان الأمعاء ولا لازم تخبروا المعلمين المربيين باش كيروح للمعارض ولا مايروحوش مرهدل هذه باش على الأقل يعرفوا يتعاملوا مع هذا الأعراض هذه إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا إذن الوكسيوروز وديدان الأمعاء مرض ما هوش خطير ولكن النظافة ثم النظافة ولدنا لازم يغسلوا يديهم بعد اللاعب بعد الأكل يفتح الباب يمس أي شيء لازم يتعلم أنه يغسل يديه باش يكون نظيف وخاصة الفواكه والخضر لازم تتغسل 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 لأنه من مرات الطفل الأب والأم يشيري هكذا يروح يقضي وبعد يجي الطفل يرفض حاجة هكذا لازم تعلموا ولدكم باللي هاد الفواكه وهاد الخضر هذي لازمها تتغسل إذن شكرا شكرا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تقدروا تتوسطوا معنا عبر موقعي الأنترنت ولادنا تحتج نحن أو صفحة الفيسبوك ولادنا تحتج نحن سلام من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدا نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لا مقهولة ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان